طيب بيان الصحة نزل منتو عارفين احنا ما بنحبش نتكلم في الارقام ولا في الكذا الا البيان الرسمي بينزل عشان ما نعملش زي بقيت الاسف بعض القنوات يعني وبعض المواقع اللي بتقعد تملى الدنيا شعات وبلبلة البيان الرسمي اليومي لوزارة الصحة بيان يوم الخميس 26 مارس اعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من ايجابي الى سلبي الى 130 حالة 130 حالة دول اللي خفوا اللي تحولوا من ايجابي الى سلبي وكشف الدكتور خالد مجاهد متحدد باسم الوزارة عن خروج سبع حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل من ضمنهم اجنبي وست مصريين وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاءهم واوضح الدكتور مجاهد انه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت ايجابية تحاليلها معمليا للفيروس من بينهم حالة لمواطن ليبي الجنسية و38 مواطن مصري وهم من المخالطين للحالات الايجابية التي تم اكتشافها والاعلان عنها مسابقا وذلك ضمن اجراءات الرصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لارشادات منظمة الصحة لافتا الى وفاة ثلاث حالات لمصريين احداهم سيدة تبلغ من العمر ستين عاما والاخر رجل يبلغ من العمر اثنين وسبعين عاما بالاضافة الى رجل يبلغ من العمر ثمانية وسبعين عاما وجميعهم من محافظة القاهرة بالتالي التوتل زي ما حراكم شايفين ربعمية خمسة وتسعين حالة بعد اكتشاف التسعة وتلاتين حالة الجديدة والنهاردة يبقى اجمالي عدد الحالات التي تم اكتشافها في مصر ربعمية خمسة وتسعين حالة منهم مية واثنين تحولوا من ايجابي الى سلبي وفي طريقهم الى الشفاء والخروج من مستشفى العزل هذه هي الارقام الموثقة المدققة اشتركوا في القناة